اخدك على نقطة مهمة عشان انت قلت وحتى اللحظة الاخيرة احنا وصلنا مساعدات لحد شمال غزة لحد شمال غزة ومحدش كان يتوقع انك ممكن تعدي خاني يونس مش توصل لحد شمال انت قطعت الـ 45 كيلو طول لحد النهاية وصلت عندي 61 شاحنة موجودين دلوقتي هناك ودي اعتقد كانت تجربة جديدة محدش كان من يتوقعها لان القصف ماشي من الشمال للجنوب هو بيعمل تهجير واغصاء بيزقوه من ناحية الحدود عندك عشان يحطك في حالة المواجهة هل هيقف النهاردة الفلسطينيين امام المعبر واتحصل حالة من التصادم هل النهاردة محاولة لانفاز سيناريو التهجير القصري واجبار الدولة المصرية على استقبال المهجرين قصريا والمحاولون لانه جاب عرواحهم من القصف الاسرائيلي دي كانت التجربة اللي كان بيحاول السلطات الاحتلال انها تنفذها ولكن حنكت الدولة المصرية وقدرتها على ادارة الملف وقدرتها على التعاطي مع كافة الاطراف وفرض سلطانها لما رئيس اكبر دولة في العالم الولايات المتحدة الامريكية يحاول انه هو يمشي سيناريو والدولة المصرية تتدخل والدوس في الجزء ده اعتقد الموضوع كان مختلف اللي احنا شفناها كان تجربة عظيمة بكل ما يمكن ان تحمله الكلمة من معاني شفنا تجربة قامت بها الدولة المصرية بكل مؤسساتها عندك النهار ده الجهاز الحكومي مؤسسات الدولة امد بودور القطاع الخاص العمل الاهلي المسلس اكتمل شفنا تجربة تستحق ان تسجل بحروف من نور في كتب التاريخ شفنا تجارة مهمة جدا شفنا اجزاء عظيمة تفاصيل شباب قاعدوا بالاسبيع ممكن ما يشوفوش اسقق اثارهم و اهليهم شفنا شباب موجودة في المحافظات بتجمع تبرعات تبرع بالدم بتنظم القوافل شفنا ناس ده مهمة بقى لانه المشهد مش بس اللي عند المعبضة خالص الشبان مش بس اللي عند المعبضة خالص نحن نتكلم على عشرات الالاف 27 محافظة مئات الالاف كمان مش عشرات الالاف التحالف الوطني اللي عمل الاهل التنموي يمتلك زخيرة حية قوامها 251 الف متطوع اعتقد تجربة عظيمة كانت موجودة وشباب ادر يقدم بالفعل ملحمة تاريخية شبابنا كانوا زي الفل شبابنا اثبتوا ان الشباب المصري واعي ليس كما كان يقال عليهم او محاولة تسفيه دورهم تسفيه احلمهم وطموحتهم ان هؤلاء الشباب اذا كانت هناك ازمة لن يستطيعوا الصمود او التعاطي مع الدولة المصرية شبابنا كانوا رجالة قوي ورجالة على قدر المسئولية شباب وبنات زي الورد يفرحوا كانوا موجودين في كل المحافظات مش هقولك بس النهاردة اللي موجودين عند المعبر او اللي موجودين هنا صور كتير موجودة محتاجة ان احنا نتكلم فيها وندي الشباب دول حقهم لان كتير كان بيهاجم الشباب دول على مدار سنوات ان انتو مش هتقدروا ان انتو تصمودوا ده يا شباب خامل ده مش مهتم ده ملوش مش عارف حاجة كتير جدا جدا والله العظيم يعني اعتقد اللي عاش الكواليس جوه واللي شاف شاف شباب النهاردة موظفين بنوك شباب محامين شباب أطباء مهندسين قدروا كانوا بيشتروا شيالين وسوئين وتلاقي منهم النهاردة اللي بيجيب الكرتونة ويعبي ويشيل على كتفه وهناك عند المعبر الحاجة اللي بتقع عشان خاطر تبدأ تحطها تاني لا هم اللي بيعبوا وشاطرين قوي في كيف يمكن استغلال التعنت من سلطات الاحتلال في عملية ادخال المساعدات 49 يون دول شاف وتفاصيل كتير ان في عربيات بتروح وبترجع عشان خاطر أصل التعباء مش على هوانة أصل السواء مع الصافة أصل السواء مع مقصه دي تعطبر ألا حد حاجات كتير وتلاقيك لأ العربية الشحنة بتاعتها مش عين فيها تدخل كده انت كنت بتعب العربيات بطريقة الشاحنة الواحدة تاخد بمقام عربيتين ثلاثة ليه عشان انت مش ضامن هيسمح بدخل العربية تانية فانت بتحاول انك تضغط على نفسك ترجمة نانسي قنقر